شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته مضيفا أن قادة العالم قادرون على مجابهة مخاطر تغير المناخ خلال السنوات القادمة جاء ذلك خلال مشاركة رئيس السيسي في جلسة التاريخ من جلاسجو إلى شرم الشيخ ضمن الفعليات الرئيسية لليوم الثاني لمنتدى شباب العالم وضف رئيس السيسي أن هناك خطورة نابعة عن ازدياد أعداد السيارات المتوقع خلال السنوات القادمة وأن الحل يكمن في إحلال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بسيارات أخرى تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي وهو ما قامت به مصر بالفعل حيث أطلقت مبادرة منذ خمس سنوات لإحلال تلك السيارات حتى تصل مصر إلى أول سيارة كهربائية مصنوعة محليا بحلول عام 2023 وفي ذات السياق أشار إلى موضوع البحيرات التي تخضع لعملية تطوير وتطهير كاملة في مساهمة من الدولة لتحويل تلك البحيرات إلى طاقة اقتصادية كما تطرق السيد الرئيس إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة مضيفا أن الدولة خصصت أكثر من 80 مليار جنيه لتبطين الطرع وإعادة تأهيلها وفي الوقت ذاته تتجه الدولة لمتابعة مصانع الحديد والإسمنت ومشروعاتها من أجل التقليل من حجم الإنبعاثات فضلا عن تطوير شبكة الطرق والكبر القومية لتوفير فرص العمل كما أوضح الرئيس السيسي أن الإنبعاثات التي تصدر عن مصر تكاد لا تذكر ومع ذلك فإن الدولة منتبهة لخطورة الأمر عالميا مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب والإعلاميين والسياسيين والقطاع الخاص في إعادة تعمير الأرض ترجمة نانسي قنقر